اوه واو هناك حفرة في قاع المحيط يبدو ان نتسربا في المحيط ولكنه ليس التسرب الذي تتوقع حيث يتدفق الماء الى الخارج انه اشبه بالنبع لان الماء يتدفق الى الداخل وليس الى الخارج هذا التسريب الفريد هو ما نعرفه باسم واحة بايثيا كان طالب الدراسات العليا برندن فيليب هو من اكتشف ذلك بالصدفة عندما لاحظ الفقاعات التي كانت ترتفع الى السطح عادة تخبرنا الفقاعات الموجودة في المحيط باحتمال وجود بعض المنافس المائية الحرارية وهي تشبه المدخنة في قاع المحيط تنفث المياه المعدنية الحارة هذه المنافس هي في الواقع مثل الينابيع الساخنة في قاع البحر ولكن بدلا من ان تغلي بالماء الدافئ فانها تطلق سائلا شديد الحرارة في قشرة كوكبنا عندما تتسرب مياه البحر الى هذه الشقوق وتنتقل الى اعماق القشرة الارضية فانها تتلامس مع الوشاح شديد الحرارة يرفع هذا درجة حرارة مياه البحر الى درجات حرارة عالية جدا وعندما يتحرك عائدا نحو الساطح فانه يحمل غازات ومعادن منصهرة عندما ينطلق السائل الساخن من المنافس الحرارية فانه يمتزج مع مياه البحر المحيطة ويبرد بسرعة على بعد مسافة قصيرة من المنفس يمكن ان تنخفض درجة الحرارة الى عشرين درجة مئوية او نحو ذلك وهو كما يبدو بالضبط ما تحبه بعض المخلوقات وهناك بعض غريبي الاطوار الحقيقيين الذين يعيشون هناك في الظلام مثل الاسماك الشبحية والديدان الانبوبية العملاقة ذات الرؤوس الحمراء ونوع فريد من القريدس لديه عيون على ظهره ويعتمد بعضها مثل الديدان الانبوبية والبكتيريا على المواد الكيميائية والمعادن التي تطلقها المنافس للبقاء على قيد الحياة في تلك الظروف القاسية لكن في هذه الحالة لم تأتي فقاعات الماء من فتحة مائية حرارية لقد كان هناك بسبب المد والجزر وهذا اكثر اثارة للقلق كما ترون الماء في هذا الخزان المائي يجب ان يبقى حيث هو اذا تسرب الكثير منه فقد تكون هناك بعض العواقب الخطيرة خاصة بالنسبة للمنطقة المحيطة يمكنك رؤية هذا التسرب غير المعتاد على طول منطقة غراز كاسكيديا وهي عبارة عن صدع ضخم قبالة الساحل الشمالي الغربي للمحيط الهادئ انه مكان تلتقي فيه صفحتان كبيرتان جدا تشكلان قشرة الارض وتنزلقان جنبا الى جنب تعمل المياه من واحة بايثيا كنوع من مواد تشحيم بين هذه الصفائح يمكنك تخيل منطقة الصدع كطاولة هوكي هوائي عندما يكون ضغط السائل مرتفعا يبدو الامر وكأن الهواء قيد التشغيل وهذا يعني تقليل الاحتكاك بين الصفائح مما يسمح للصفائح بالتحرك ولكن اذا كان ضغط السائل اقل يمكن ان تلتصق الصفيحتان معا مما يؤدي بعد ذلك الى تراكم الضغط عليهما لا يعني ذلك انهم سيشعرون بالاعياء ففي سياق الصفائح التكتونية الضغط هو بعض الكابس او القوة التي يمكن ان تسبب التشوه واذا بدأ هذا الضغط في التراكم في مرحلة ما فلابد ان يذهب الى مكان ما عندما يكون اكثر من اللازم يمكن ان يؤدي الى حدوث زلازل وعلى الارجح ليست صغيرة على سبيل المثال يمكن ان يؤدي اطلاق الضغط في منطقة غراز كاسكيديا الى زلزال بقوة تسع درجات للمقارنة اكبر زلزال سجلناه على الاطلاق حدث في تشيلي في عام الف وتسعمائة وستين وبلغت قوته تسع ونصف درجة كانت ضرر ضخمة لذلك نحن نأمل ان يبقى الماء في خزانه ويحافظ على التوازن الدقيقي بين الصفائح التكتونية لم نستكشف سوى خمسة بالمائة من المحيط من يدري كم عدد الاشياء الرائعة الموجودة في القاع والتي تنتظر من يعثر عليها على سبيل المثال تحقق من هذه الفتحات التي عثر عليها العلماء في اعماق المحيط الاطلسي بالقرب من جزر الازور انها متحاذية بدقة ويفصل بينها حوالي عشرة سنتيمترات او حتى عدة اقدام في بعض الحالات انها تشبه الثقوب التي تخلفها ماكينة الخياطة يعتقد البعض ان هذه الثقوب يمكن ان يكون لها اصل بيولوجي على سبيل المثال ربما تكون بعض الاسماك قد صنعتها اثناء المشي على طول قاع البحر ويعتقد اخرون اننا يمكن ان ننظر الى شيء من صنع الانسان ربما تركه اطار مسنن بالطبع تعتبر هذه الثقوب مثالية لتأليف قصص عن كائنات من كواكب اخرى يزعم انها صنعتها او ربما حتى وحوش اسطورية مثل تلك الموجودة في بحيرة لوقنس من الصعب بالتأكيد تفسير هذا التمثال بين الفتحات لكن احد علماء الاحياء في اعماق البحار قدم تفسيرا جيدا اذ قال انه من الممكن ان يكون هناك حيوان يختبئ تحت الرواسب ومن وقت لاخر يمكن ان يضع مداخنا صغيرة فقط حتى يتمكن من الوصول الى دورة المياه النظيفة في جحره الصغير اعني ان هناك اكواما من الرواسب حول منافذ كل فتحة وهي تدعم فكرة وجود شيء ما يدفع التربة من الاسفل ولكن لا يوجد حتى الان دليل على ان هذه الفتحات متصلة بالفعل تحت السطحة وهناك ايضا الكثير من الاشياء المخبأة في قاع المحيطات والبحار التي تركتها لنا الحضارات القديمة على سبيل المثال اكتشف علماء الاثار اكتشافا رائعا قبالة الساحل الجنوبي لكرواتيا وهو طريق مختبئ تحت طبقات من الطين البحري يبلغ عمره سبعة الاف عام لقد عثروا على الطريق القديم في موقع سولين الغارق من العصر الحجري الحديث كان موقع سولين جزيرة من صنع الانسان في الوصول القديمة وقد اكتشفها عالم الاثار ماتي باريكا منذ عامين الفين وواحد وعشرين كان يدرس صور الاقمار الصناعية للمنطقة المحيطة بكورتشولا احدى الجزر الكرواتية الجميلة وعندما ادرك انه من الممكن ان يكون هناك شيء مثير للاهتمام في قاع البحر غاص في الماء مع زميله وتحت سطح البحر الادرياتيكي وهو جزء من البحر الابيض المتوسط وعلى عمق اربع الى خمسة امتار عثرا على جدران حجرية كانت على الارجح جزءا من بعض المستوطنات القديمة تم فصل مساحة الارض التي بنا فيها الناس المستوطنة عن الجزيرة الرئيسية بامتداد ضيق من الارض ولحسن الحظ فان هذه المنطقة محمية من الامواج الكبيرة بواسطة الجزر المحيطة لذلك ظل الموقع محفوظا بشكل جيد نسبيا وهي الان مخفية تحت سطح البحر ومغطاة بالطين ولكن من المثير ان نتخيل كيف سار الناس على هذا الطريق منذ ما يقرب من سبعة الاف عام لزيارة المستوطنات القريبة اذا كنت تريد رؤية اغرب المخلوقات يمكنك دائما التوجه الى قاع البحر في الواقع قال العلماء انه من الممكن ان يكون هناك اكثر من ثلاثين نوعا جديدا محتملا في قاع المحيط الهادئ لقد احصوا عددها باستخدام مركبة تعمل بالتحكم عن بعض وهذه خطوة كبيرة لانه حتى وقت قريب لم يتمكنوا من دراستي مثل هذه المخلوقات الا من خلال الصور الفوتوغرافية انا اتحدث عن الديدان الحلقية وانواع مختلفة من المرجان وبعض اللافقاريات المشابهة للمفصليات وغيرها الكثير ولكن هناك ايضا العديد من المخلوقات الغريبة القديمة التي نعرفها بالفعل والتي تبدو كأنها جاءت من افلام الخيال العلمي الاخطبوط الاحمر والسمكة الفقاعة حسنا انها تبدو طبيعية الى حد ما حتى ترفعها الى السطح وهناك القرش العفريت وسمكة افعى سلوان وديدان الزومبي اه نعم هناك ديدان بهذا الاسم قاع البحر يخفي اشياء من الفضاء ايضا هناك اثار لاشكال نادرة من البلوتونيوم والحديد في قاع المحيط الهادئ والرائع ان كل هذا جاء من الفضاء من المحتمل ان تكون هذه المواد المشعة قد تشكلت خلال نوع من الاحداث الكارثية في الفضاء وفي النهاية شقت طريقها الى كوكبنا الجميل ومن المرجح ان هذا الحطام من خارج كوكب الارض ظهر على الارض خلال العشرة ملايين سنة الماضية وبعد ان سقط في المحيط الهادئ واستقر على عمق واحد وستة من عشر كيلو متر تقريبا اصبحت جزءا من كل تلك الطبقات الصخرية الموجودة هناك البلوتونيوم مثير بشكل خاص للعلماء اعني انه لم يتم العثور الا على كميات ضئيلة منه ربما مئات الذرات لكنه لا يزال ملحوظا لان هذه الذرات تنشأ عن انفجار النجوم اشياء كهذه يمكن ان تساعدنا على فهم افضل لكيفية انتاج الكون لعناصر اثقل من الحديد مثل البلوتونيوم والذهب واليورانيوم والبلاتين ما زلنا غير متأكدين من اصول هذه العناصر لفترة طويلة اعتقد العلماء ان المستعرات العظمى وهي عندما يصل النجم الى نهايته في انفجار عظيم كانت مسؤولة عن تكوين هذه العناصر الثقيلة ولكن يبدو ان الامر لا يقتصر على ذلك فحسب بل قد تكون بعض الاحداث الكونية الاخرى مثل اصطدام النجوم نايترونية وهي نجوم منهارة فائقة الكثافة او بعض الانواع النادرة من المستعرات العظمى سببا ايضا واو اسمحوا لي ان احضر الفشار الخاص بي اشتركوا في القناة